السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موقع حلو قوي. لو انت عمل فيديو وعايز تكتب text يعني تحول الكلام اللي بيتقال ده لtext. طيب هنعمل ايه? هنرفع فيديو. هقول له upload. وابدأ اختار ملف من على اليوتيوب او من drive او من zoom او ويبكس او تقول له انا عايز ارفع ملف من على الجهاز عندي. طيب انا هرفع ملف من عندي. مثلا الملف دوت. زي ما تشوفينك بتعامل ملف قبل كده. تمام? اللي هو تصميم موضم بعد الكورونا. طيب هنا هقول له انا بتكلم هنا عربك. تمام? وشوف بقى لو انت عايز تقول له انا عايز ترجم مثلا او كده. الكاتجر بتاعتها remember me. نبعت الايميل لما تخلص. طيب هو بيديني تقريبا مش فكرة عشر دقيق. تمام? بيقول لي الفيديو ده هيخصم منك ثلاث دقيق. هقول له create. وقول له ok. هيعمل upload. وبعد كده هيبدأ ان هو يفهم الفيديو. ويحوله لتكست. اللي هو صوت tight اللي هي ترجبت لأفلام كده اللي هي تبقى موجودة واحد. بس انت بش تبدل بفاجهة يعني العادي ان انت تبقى تسمع عشر ثوان عشر ثواني وتكتبهم لأ هنا هيعمل ملك اطماتيك. فبتلاقي الفيديو تعمل هوت تعليل بتاعته مع بعض. هتلاقي كتب لك انا التكست خلاص بتحول لتكست. او بالشكل دهوت. طبعا لو في اي كلمة فيها مشكلة تقدر ان انت تعمل select وتعدل عليها. في برضو ميزة حلوة ان انت تقدر تقول له translate وتبدأ تختار ان هو يترجم لك الكلام ده الاسباني وفرنسيوي ورغاك كتيرة جدا. طيب بعد كده هقول له export. تمام? واقول له ان انا عايز اضيف ترجمة دي. اضافت لغة لو انت عايز تضيف انجليزي وهو زي ما احنا اضافها وانا عايز اللغة العربية. ممكن تقول له نحميل ملف. بيسألنا هل في معلومات التوقيت يعني بسنة كذا سنة كذا. الملف اللي هل نرفعه ده في معلومات التوقيت. هيفضل يفعل ملف وبضحط. ده طبعا بتزود ان اليوتيوب والجوجل ترشحك للناس لان ما بزول جهد وفي ترجمة والحاجات دي كلها. وبالذات ان الملف بتاعك تقدر تترجمه لعشين لغة. تمام. اقول له open. زهر معنا بالشكل دوت. طيب هقول له نشر. يبقى انا كده ضيفت. بالشكل دوت. طبعا تقدر تجي هنا وتقول له انا عايز اضيف. ترجمة نترانزليت. ونختار مثلا الانجليزي والصيني زي ما انت عايز. هو بقى هنا مش هيروح للصوت لا هيروح للملف العربي ويقول له ترجمه للانجليزي. بيقول له الترجمة جاهزة. طيب هقول له اكسبورت. تمام هقول له اكسبورت. انا ننتظر اللي انت عايزه وانا بفضل السر تي. تمام? بيقول لي عايز تحمله فين? اقول له حمله لي هنا. تعالى برو نرجعت ان ترجمة الفيديو. اضافت اللغة. طيب ذاتنا الانجليزي واقول له بقى اضافت الترجمة. بعد كوم تجعلت الخاص بك ابيض المظلة اضافت. تحميل ملفا. هيبدأ الفعل معاه زي ما انتوا شايفين المضوع كله بالانجليزة هوت فانا الفيديو بتاعي هيبقى افضل ليوتيوب ان هو يرشح لناس لان لو هو عرب بس ما حانتش هتفاد منه من اللي هو مكلمش عربي لا بقى عربي وانجليزي ومكلمة فرنساوي والماني وكل اللغات اللي احنا عايزين